في ظل أزمات متتالية ومعقدة يعيشها العراق لا تبدو الميليشيات معنية بكل ذلك حيث تواصل سيطرتها على العديد من المفاصل الاقتصادية وفي مقدمتها المنافذ الحدودية والمطارات لتحول مواردها إلى إيران التي تعاني من العقوبات الأمريكية الخانقة ويعتبر فساد المنافذ الحدودية أحد أكبر ملفات الفساد التي تقف السلطات عاجزة أمامه حيث أقرر رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي بوجود هدر يقدر بمليارات الدولارات بسبب سيطرة من سماها جماعات خارجة عن القانون على المنافذ البرية والبحرية فالميليشيات الموالية لإيران تمكنت من بناء منظومة اقتصادية متشعبة بعد عام 2014 مستفيدة من تغلغ لقادتها في وزارات ومراكز قوى مهمة فقد ساعدت إيران هذه الميليشيات على بناء ذاتها في البداية لكن مع زيادة العقوبات الأمريكية عليها مصدر دخل لها بعيدا نسبيا عن أنظار العالم وأظهر تحقيق نشره مؤخرا مركز أبحاث مكافحة الإرهاب في الأكاديمية العسكرية الأمريكية في ويست بوينت بنيويورك أظهر أن الميليشيات وصلت لأوجي قوتها في فترة حكومة عدل عبد المهدي حيث هيمنت على الشؤون التجارية في البلاد وقامت بتحويل مبالغ العديد من المشاريع إلى حساباتها وحسابات الحرس الثوري الإيراني وميليشيا حزب الله اللبناني ويؤكد التقرير أن بعض قادة الميليشيات أصبحوا من أثرياء العراق مستفيدين من سطوتهم لبناء امبروطاريات تجارية وعقارية مترامية الأطراف فضلا عن اختراقهم نظام كيكارد المخصص لدفع الرواتب الحكومية عبر زج أسماء موظفين وهميين للحصول على عشرات الملايين من الدولارات شهريا ناهيك عن سيطرتها على حقول النفطية في مناطق سنية مثل علاس والقيارة ونجمة وفضلا عن قيامها بتهريب النفط العراقي تعمل هذه الميليشيات على توفير الغطاء لتهريب النفط الإيراني الخاضع للعقوبات الأمريكية وأدرجت المفوضية الأوروبية العراق ضمن قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي بسبب قصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب ويؤدي إدراج العراق في القائمة الأوروبية إلى احتمال فرض مزيد من القيود على التحويلات المالية من العراق وإليه مما يصعب على المستثمرين العراقيين والأوروبيين العمل في البلاد التي تعاني أصلا من أزمة مالية خانقة ترجمة نانسي قنقر